وقد معرض الصين الدولي للطيران والفضال هذا العام في عطلة العيد الوطني ما سمح لكثير من السياح بالقيام برحلة خاصة إلى جوخايل لمشاهدة المعرض الذي نظم أنشط على الانترنت وخارجه لتمكين المشاهدين من التمتع بهذا المعرض دون الحضور من خلال مشاهدة المعرض نشر بتطور مظاهرة لصناعة طيران والفضاء سأستحب طفلي لمشاهدة المعرض القادم لأنه يحب المعرضات جدا شاركت نحو 700 شركة من حوالي 40 دولة ومنطقة بألاف المعرضات في معرض هذا العام وتم عرض مجموعة من المنتوجات والتقنيات والخدمات المتقدمة على المستوى العالمي في مجالات الطيران والفضاء والدفاع أكبر ميزة في المعرض هذا العام هو أنه تم عرض العديد من المعرضات لأول مرة حيث احتلت أكثر من 25% من جميل معرضات والتي تمثل معيدات متطورة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع